اصحوا واصهروا فقاوموه راسخين في الايمان عالمين ان نفس هذه الالام تجري على اخوتكم الذين في العالم هنا احبائي بيتكلم عن كنيسة متألمة متطهدة لكن كنيسة قوية منتصرة ممجدة ومن ناحية اخرى بيتكلم عن عدو الكنيسة اللي هو ابليس اللي بيزرع الفتن واللي بيزرع الشكايات والمكتوب عنه انه هو المكار والذي يخدع والذي يغوي والذي يغري والذي يسقط في الخطيئة فبيتكلم عن الشيطان كاسد كالتشبيه فهو ليس الاسد لكنه اسد اسنانه مهشمة لكن مع كل هذا عم بيرعب وعم بخيف الاشخاص الغير متمسكين بالايمان وهون بيتكلم لجماعة عن بمره في اضطهاد والرسول بطرس عم بشجع الكنيسة اذا هذا الاضطهاد الشرس ضد الكنيسة ونتذكر كلمات الرب يسوع المسيح عندما قال لبطرس في قيصرية فليبوس في متة اسحاح 16 قال له ابني كنيستي وابواب الجحيم لن تقوى عليها فاذا كل هجوم الجحيم وكل ألسنة النار من الجحيم وكل أبالسة الجحيم لا ولن ولم تقوى على كنيسة الرب الحية لكنه يقول يجول كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه بيتكلم عن واحد غير صاحي واحد غير منتبه في حياته الروحية واحد عم بيتهادن على حساب الحق الكتابي عم بيساوم في كلمة الله عم بيساير المجتمع وعنده نظرة مزدوجة عاوز المسيح لكن عاوز يرضي العالم في نفس الوقت بيتكلم عن شخص لربما ينحرف إلى الظلمة وهنا ينقض إبليس على الشخص الغير حذر والشخص الغير منتبه فيقول الكتاب اصحوا اصحى انتبه تحذر كن مستيقظ واصهر تتكلم عن استلاح جندية كما أن الجندي يصهر لكي يحمي مدينته ولكي يحمي عائلته ولكي يحمي نفسه وهذا الموضوع بيتكلم عنه الرسول بولوس في أفسوس إصحاح ستة يقول فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السلاطين مع ولاة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية في السمويات لأنه إن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب فإن أسلحتنا هي قادرة بالله على هدم حصون ترجمة نانسي قنقر